سوق البن في الصين تتمتع بإمكانات هائلة بلغ عدد أكواب القهوة المستهلكة للفرد في الصين 6.2 في السنة أي ما مجموعه 85 مليار كوب في السنة بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستهلاك القهوة في الصين إلى 16% مقارن بالمعدل العالمي البالغ 2% وفي المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي هناك العديد من الفرص الواعدة لمنتج البن لدخول السوق الصينية إفريقيا هي من أهم مناطق إنتاج البن على الجودة في العالم رأينا فرصة تجارية واعدة لاستيراد حبوب البن الإفريقية إلى السوق الصينية هناك أيضا العديد من منتجي البن على الجودة في إفريقيا يفتقرون إلى قنوات تجارية محلية لي تينغ هو مؤسس شركة أوفرسيز خوم وهي شركة تسعى إلى ربط الأعمال التجارية من الصين بالدول الإفريقية ساعدت الشركة نحو 40 عارضا للقاوة الإفريقية لإنشاء أجنحة العرض في معرض هذا العام بالسبب تأثير وباكو في 19 لا يمكن للعارضين القدوم إلى تشانشان للمشاركة في المعرض حضوريا نساعد الشركات الإفريقية على نقل المنتجات إلى موقع المعرض وتنظيم موظفين محترفين في الصين لمساعدتهم في العثور على شركاء وأطراف المبيعات المحلية نمى التجارة البني بشكل مضطرد في الصين وصدرت إثيوبيا 6 ألاف طن من حبوب البني إلى الصين عام 2020 يرتفع الحجم إلى 10 ألاف طن هذا العام حسب قول لي مثل هذه الإنجازات تشجع الدول الإفريقية على إقامة روابط أعماق مع الصين نعتقد أن أول شيء هو ربط الناس وجلب الأفريق إلى هنا في الصين فمع تواصل مع الناس يمكنك القيام بأعمال تجارية ترى كل من الشركات الصينية والإفريقية إمكانات هائلة لفرص الأعمال ومعرض الصين وإفريقيا للاقتصاد والتجارة يعمل كجسر يربط بينهما